أرد الحصول على أصوات أشخاص يثق بهم ويثقون به وبعد أن تيقن أنه لن يجد ذلك سوى لدى أبنائه قرر أن ينجب عدداً لنهائياً من الأطفال فما قصة الرجل الياباني الذي استأجر الأمهات ولماذا قرر أن ينجب كل هؤلاء الأطفال كل هذا وأكثر نقدمه لكم في التقرير التالي تشهد أروقة بعض من المحاكم حول العالم العديد من القضايا الغريبة والمثيرة للجدل من بينها قصة حدثت في تايلاند عام 2018 حين مناحت محكمة تايلندية حق الحضانة القانونية لثلاثة عشر طفلاً تحملهم أمهات بديلات إلى مليونير ياباني باعتباره والدهم البيولوجية لرغبته في تأسيس عائلة كبيرة من الأبناء وذلك من أجل مساعدته على الفوز بالانتخابات التي قرر الترشح لها بعد مرور عدة سنوات حيث أرد الحصول على أصوات أشخاص يثق بهم ويثقون به ولن يجد ذلك سوى لدى أبنائه حتى وإن كانوا خارج نطاق الزواج تلك القضية التي أثارت حالة كبيرة من الجدل داخل البلاد ودفعت السلطات لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بتأجير الأرحام وتعود تفاصيلها إلى العام 2014 حين داهمت الشرطة مبنى سكني في العاصمة التايلندية بنكاك ووجدت بداخله تسعة أطفال ومعهم تسعة مربيات يعيشون في غرف غير مفروشة وبالتحري تم توصل إلى أنهم أبناء مليونير يابانية قام بإنجابهم عن طريق تأجير أرحام أمهات تايلندية تلك القضية تهمت بجانب عدد من القضايا الأخرى في سن قانون في البلاد يحضر تأجير الأرحام التجاري للعملاء الأجانب لكن مع استثناء تلك القضية حيث منحت محكمة الأحداث والأسرة الوصاية القانونية على الأطفال بدعوى أنه مليونير ياباني مستقر ماليا وتبلغ أرباحه السنوية أكثر من ثلاثة ملايين دولار أمريكية كما أن لديه خططه لرعايتهم بالإضافة إلى أن هؤلاء الأطفال قد ولدوا قبل سن ذلك القانون الجديد ولأن الأمهات البديلات وقعن وثائق تتعلق بتنازلهن عن حقوق الحضانة الخاصة بهن الغريب أن المليونير الياباني لم يكن يحضر جلسات المحاكمات وكان ينوب أحد المحامين عنها والذي أكد بدوره أن موكلة يخططوا لإرسال الأطفال لمدرسة دولية كما أنه اشترى قطعة أرض لإيوائهم بجوار حضيقة كبيرة في وسط العاصمة اليابانية توكيو رجل الأعمال هو ابن مؤسس شركة الاتصالات وتكنولوجيا اليابانية هيكاري السوشين فتح حسابات مصرفية في سنغافورة لجميع الأطفال ومن بين الأمهات واحدة تعمل بائعة أغذية وقالت إنه وفقت مقابل مبلغ عشرة ألاف دولار ولم تسأل عن أسباب أو أهداف الرجل الياباني ونظرا لشدة الاهتمام بتلك القضية في تايلاند واليابان اضطر المليونير الياباني للدفاع عن نفسه حيث قال من خلال محامله إنه ببساطة يريد عائلة كبيرة من أجل الفوز بالانتخابات حيث يخططوا لاستخدام عائلته الكبيرة في عملية التصويت ولذلك أرد إنجابا من عشر إلى خمسة عشر طفلا سنويا ويريد مواصلة عملية إنجاب الأطفال حتى رحيله عن الدنيا ووفقا لبيان المحكمة فإنه قام أيضا بالاعتناء جيدا بأطفال آخرين ولدوا من تأجير الأرحام في اليابان وكمبوديا وأضاف أن الأطفال الذين يرعاهم في اليابان جميعهم الآن يحملون الجنسية اليابانية ولكن لم يوضح البيان مكان وجود الأطفال الذين نشأوا في كمبوديا وقالت المحكمة إن المليونير اليابانية لم يظهر أي سلوك يربطه بالاتجار بالبشر وهو الأمر الذي كان مصدر قلقين عندما تم الكشف عن قصته في الأصل ترجمة نانسي قنقر